ألف وخمسمائة وستون شركة تركية تنشط في الجزائر بحجم استثمار قدره ستة ملايير دولار مشغلة من خلالها ثلاثين ألف يد عاملة جزائرية لتتصدر بذلك قائمة البلدان صاحبة أكبر عدد وحجم استثمارات في الجزائر بينما بلغ عدد المبادلات التجارية بين البلدين خمسة ملايير دولار الرقم الذي يعول الطرفان على مضاعفته نحو عشرة ملايير دولار آفاق ألفين وثلاثين تعد الطاقة من بين أبرز قطاعات التعاون بين الجزائر وأنقرة التي باتت تستورد خمسة فاصل أربعة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا فيما أصبح إملاق النفط الجزائري سونتراك أحد أكبر المستثمرين في المشروع البيترو كيميائي بمدينة جيهان التركية عقب توقيعه ثلاثة عقود بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار لاستخدام غاز البروبان الجزائري لإنتاج مادة البوليبروبين البلاستيكية وتعتبر الجزائر من بين أكبر الشركاء التجاريين لتركيا في العالم باحتلالها المركز السابع بين أكبر الدول التي تستثمر فيها كما تحتل أيضاً للمرتبة الأولى في القارة الإفريقية فيما يقدر حجم استثمارات الشركات التركية في الخارج بحوالي 46.5 مليار دولار تستحوذ دول شمال إفريقيا على نسبة 4.1% من قيمة هذه الاستثمارات تعد هذه الأرقام ترجمة وانعكاس لجزء من العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية التي ينتظر أن تتوج وترتقي أكثر بعد الزيارة المرتقبة للرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى الجزائر